ورحمة الله وبركاته انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الكويتي مشاعر بلام اليوم متأسرا بإصابته بكورونا ونشر الفنان حسن البلام أحد أقارب مشاعري على حسابه في إنستجرام سورة للفقيد معلقا عليها إن لله وإن إليه راجعون وكان صحة الفنان الكويتي مشاعر البلام قد تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر وذلك إسرى تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وكان الفقيد قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في إنستجرام قال لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم أنصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل واسامحوني ما قدر أرد على اتصالات ومشاري البلام من موليد العام 1972 وأدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالسرع في مسلسل ضروب الشك والأصم الأبكان في مسلسل جرح الزمن وحققت له تلك الأعمال شهرة كبيرة بالوسط الفني المحلي والخليجي والعربي ترجمة نانسي قنقر